تجارب ناجحة على عقار لمرضى فيروس كورونا هذا ما أعلنته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا وأجرت الشركة التجارب سريرية متقدمة وناجحة على العقار القائم على الأجسام المضادة للفيروس لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية بذلك يحدو المختبر أحد والمختبرين الأمريكيين ميرك وفايزر الذين أعلن عن تطوير أدوية تتيح الوقاية من الأشكال الحادة للإصابة بالفيروس يتوجب تناولها مع ظهور أولى الأعراض قالت شركة أسترازينيكا أن التجربة تمثلت في حقن جرعة من 300 ميلي جرام من عقار AZD7442 وأظهرت النتائج خفاضا بنسبة 83% في خطر تطوير شكل من أشكال الإصابة بالفيروس وأوضحت الشركة أنه لم يتم تسجيل أي شكل خطير من المرض ولا أي وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أثناء الاختبار وأظهرت تجربة ثانية انخفاضا بنسبة 88% في خطر الإصابة بحالة حدة أو خطر الوفاة عندما تتم المعالجة في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض ويقول المسؤولون عن الاختبار إن مسجد اثنين من الأجسام المضادة ذات المفعول الطويل هو مصدر أمل للمرضى المعرضين للخطر ترجمة نانسي قنقر